السلام عليكم والله يسعد أوقاتكم بفيديو اليوم راح نشوف كيفية تثبيت فلاتباك على توزيعات لينوكس المختلفة وليش استخدام فلاتباك يعتبر البديل الأفضل عن الطرق الثانية أو التقليدية لتثبيت البرامج وهل فلاتباك هي المستقبل ولا لا هل هي متكاملة أو هل هي بيرفكت ولا في لها بعض النقاط السلبية أول شي شو هي الفلاتباك الفلاتباك هي عبارة عن البرنامج اللي انت بتستخدمه بحياتك اليومية أو اللي بتنزله عن طريق الباكيش مانيجر أو مدير الحزم اللي موجود على توزيعتك ولكن نحن بنعرف أنه أنا وقت اللي بنزل برنامج باستخدام الباكيش مانيجر إذا هذا البرنامج فيه إلو أي ديبندنسي أو في أي برنامج مرتبط عمل البرنامج اللي عمالي نزله مع البرنامج الثاني فالباكيش مانيجر راح ينزل كافة الديبندنسي المرتبطة بالبرنامج اللي بدي استخدمه هذا بسبب أنه أنا وقت اللي بعمل عملية update فإذا في update لأي برنامج مرتبط بالبرنامج الأساسي راح تتم عملية update لكافة هاي البرامج هاي واحدة من النقاط النقطة الثانية أنه البرنامج هو عبارة عن container أو containerized يعني أنا عندي الحزمة مع كامل البرامج المرتبطة فيها موجودة ضمن حاوية خاصة فيها ما في إلها وصول للresources أو لموارد النظام إلا الموارد الأساسية لعمل البرنامج فمثلا إذا برنامج ما بيطلب وصول للإنترنت فالcontainer ما راح يعطيه وزونات أو صلاحيات أنه يوصل للإنترنت أنا هاي الصلاحيات فيني أني يغيرها لتناسب احتياجاتي هلأ خلينا نشوف أنه وين بتفيدني أني استخدم الفلاتباك هلأ بتوزيعة مثل arch مثلا أو بفيدورا أو بالجنتو اللي هي rolling release واللي البرامج تتحدث فيها بشكل دائم يعني ممكن أنك تستخدم الفلاتباك وممكن لا ليش؟ لأنه أنت دائما موجود على أحدث إصدار للبرامج اللي بدك إيها ولكن بالتوزيعات الpoint release اللي ما بتتحدث بشكل مستمر مثل ديبيان مثل أوبونتو والتوزيعات المشتقة منها فهي التوزيعات استخدام الفلاتباك يعتبر نقطة إيجابية يعني يعتبر نقطة ضرورية لازم أنك تعملها لأنه بالفلاتباك البرامج بتكون بإصداراتها الجديدة على عكس البرامج على عكس الإصدارات الموجودة بالباكيج بانجر الخاص بديبيان مثلا فاليوم اللي رح نساوي أنه رح نشوف كيف ممكن أن ينزل الفلاتباك على ديبيان أوبونتو ومشتقاتها على أرش ومشتقاتها وعلى فيدورا زورين ما رح يحكي عنها لأنه زورين من مشتقات أوبونتو وبحالة زورين بالتحديد الفلاتباك مبنية ضمن النظام فأنا ما في داعي غير أني فاعل الفلات هوب اللي هو المتجر يعني المتجر الأشهر اللي رح ألاقي عليه برامج فلاتباك بفاعل المتجر وبتكون العملية جاهزة أني استخدمه من مدير البرامج أو من السوفتوير سنتر اللي أنا بيستخدمه لحتى نزل برامجي خلينا أول شي نبلش مع ديبيان بعدين منشوف وبونتو وبعدين منشوف أرش وبعدين منشوف فيدورا لأنه فيدورا مثل ما حكيت بالفيديو اللي عملته عنها أنه الفلاتباك نازل بشكل جاهز فما في عندي غير أني فاعل الفلات هوب أو المتجر فرح نبلش مع ديبيان فبحالة ديبيان العملية أنه أول شي رح ننزل الفلاتباك الحزمة بحد ذاتها وبعدين رح ننزل الاكستنشن أو الإضافة المرتبطة بالأب سنتر أو بالسوفتوير سنتر الخاص بجنوم فالعملية الأولى رح نقل له sudo apt install flatback وبعد ما نزلنا الفلاتباك رح ننزل الاكستنشن الخاصة بالسوفتوير سنتر فرح نقل له sudo apt install gnome dash software dash plugin dash flatback هاي بحالة ديبيان قبل ما نشوف كيف رح نستخدم الفلاتباك أو كيف رح نضيف الفلات هوب خلينا نشوف كيفية التنزيل على التوزيعات التانية وبعدين لأنه رح تكون عملية إضافة المثودع متشابهة بكافة التوزيعات فخلينا نروح لأوبونتو بحالة أوبونتو الوضع مشابه تماما لحالة ديبيان طبعا أنا عمالي أحكي بديبيان من الإصدار 10 و11 وبأوبونتو من الإصدار 18 و10 وما فوق فالخطوات متشابهة ولكن بحالة ديبيان بحالة أوبونتو إذا انتبهنا على موقع فلاتباك اللي بشرح لي كيفية الإعداد رح نشوف الملاحظة التالية اللي بتقلي أنه السوفتور سنتر على أوبونتو بيتنصب على شكل سناب باكيج فأنا وقت اللي رح إيجي وضيف السوفتور بلاجين فلاب باك رح ينزلي المتجر الخاص بجنوم فرح يصير في عندي على الجهاز المتجرين المتجر الخاص بأوبونتو والمتجر الخاص بجنوم بحد ذاتها فخلينا نعمل نفس الخطوات اللي عملناها من شوي بحالة ديبيان فرح قلو سودو أب انستول فلاب باك وكمان رح قلو سودو أب انستول gnome داش سوفتور داش بلاجين داش فلاب باك هلا بعد ما شفنا ديبيان وأوبونتو خلينا نشوف أرش أو أحد التوزيعات المشتقة من أرش واللي بتستخدم بلازمة بدل جنوم لأنه في عندي خطوات إضافية بحالة بلازمة هلا أنا هوم موجود على انديفر أو اس اللي هي مشتقة من أرش وأنا بنزلها بواجهة بلازمة ببلازمة أنا في عندي السوفتور سنتر اللي اسمه ديسكوور بس بحالة أرش أنا شايف أنه الديسكوور ما لونازل شايف أنه الايقونة ما لهم فعالة فرح نفتح التيرمينال طبعا هاي الخطوات هلا عملنا نسويها بالتيرمينال بعدين رح نشوف كيف ممكن أني استخدم الفلات باك من الواجهة الرسومية أو من المتصفح مباشرة فبحالة آرش رح أقل له سودو باك من داش ايس طبعا أول شي رح ننزل الفلات باك بحد ذاتها بعدين رح ننزل الديسكوور لأنه ما لونازل وبعدين رح ننزل الباك كيت داش كيو تي فايف بنزل هدول البرامج اللي ثلاثة هلا رح نعطي كلمة السر ورح يسألني أنه أي بورتال بدي استخدم أنا باعتبار أنه موجود على بلازما فرح اختار الرقم الثلاثة اللي هو اكس دي جي دي سكتوب بورتال كي دي اي انت إذا كنت على آرش ولكن مع غنوم رح تختار مثلا الغنوم اللي هو الخيار الأول إذا كنت مع ويندو مانيجر بتختار الجي دي كي إذا كنت على بتختار ال ولكن رح نختار الرقم الثلاثة ورح ننزل البرامج هلا هاي كانت عملية التنزيل مثل ما حكيت بفي دورة ما في داعي نزل أي شي لأنه الفلات باك موجود عليها بعد ما كون عملت التنزيل بالحالات المختلفة اللي بعمله أنه بأني لازم ثبت الفلات هاب فلحتى ثبت الفلات هاب الأمر اللي رح نكتبه هو متشابه بكل التوزيعات ما في اختلاف بين توزيع والتانية طبعا الأمر رح يكون موجود بسندوق الوصف اللي هو عبارة عمالي عملية آد للهاب أو للمستودع طبعا وعمالي إذا ما كان ماله موجود وبعدين عمالي أعطيه اسم الفلات هاب وهلأ بعد ما خلصت بكل التوزيعات اللي بدنا نعمله أنه نعمل إعادة تشغيل للكمبيوتر فرح نقل له ريبوت هلأ بعد ما عملنا إعادة تشغيل فنحنا جاهزين أنه نستخدم الفلات باك كيف ممكن أني نزل برامج من الفلات باك في عندي 3 طرق الطريقة software center والطريقة الثالثة عن طريق الترمينل فإذا أجينا أول شي للمتصفح كمان هذا الكلام بينطبئ على كل التوزيعات بالمتصفح رح إجي لموقع الفلات هاب دوت أورج بالفلات هاب دوت أورج ممكن أني إما دور على برنامج معين أو أني استعرض كافة البرامج فنو إجينا على الفلات هاب خلينا مباشرة ننزل ال gimp فرح نيجي مع ال gimp ورح أضغط على زر install هلا بعد ما نزلت الملف وليس البرنامج رح أفتحه فهو رح يفتح لي مع software center أنا إذا جيت بحال discover ليمين الشاشة رح شوف أنه في عندي sources رح شوف أنه في عندي الفلات باك صارت مفعالة وفي عندي software manager أو المستودعات الخاصة بال endeavor أو بال arch أو ب debian fedora إلى آخره فنحنا رح نروح مع الفلات باك ومنقله install وهذه هي العملية بكل بساطة أنا بالنسبة للمرات التانية ما عاد في داعي أني افتح المتصفح وروح لل flat hub ودور على برنامج ممكن من software center مباشرة أني دور على البرنامج اللي بدي ورح شوف إذا كان البرنامج موجود على flat hub فبال sources رح يلاقي لي وأنا بختار flat back هذا بحالة KDE بلاسما خلينا نشوف الوضع ورح يكون مشابه تماما على GNOME فأنا بال GNOME software center إذا جيت للخطوط الثلاثة واجيت لل software reposter رح شوف أنه مستودع ال flat hub صار مفاعل إذا ما كان مفاعل بعد ما تشغله لأول مرة فممكن أنك تضغط على الزر لحتى تفعله خلينا ندور على أي برنامج بال software center كمان لو جينا دورنا على ال inkscape إذا جينا ال inkscape رح شوف بالsource كمان أنه في عندي الخاص بفيدورا بحد ذاتها وفي عندي الفلات باك اللي نزلتها من الفلات hub فأنا كمان بنزله باستخدام أي واحد من اللي بدي آها ولسه في عندي نسخة inkscape اللي موجودة على مستودعات فيدورا هات كان بالنسبة إذا كنت بدي استخدم الواجهة الرسومية لحتى نزل البرامج عن طريق الفلات باك طيب إذا كان بدي نزل البرامج باستخدام الترمينال فخلينا نشوف كيف نساوي هذا الكلام بالترمينال الوضع مشابه لأنك كيف بتنزل البرامج باستخدام الويندو باستخدام الباكيج منجر اللي خاص عندك فرح نقل له فلات باك إذا بدي يدور على برنامج رح سيرج رح قل له مثلا إنك سكيب رح يدور لي على البرنامج ويشوف إذا موجود ولا لا فمثل ما اللي شايف طلع لي إنه الإنك سكيب موجود إذا بدي نزل هذا البرنامج هون رح تكون العملية مختلفة شوي عن التنزيل بالطريقة العادية لأنه أنا شايف أنه في عندي Application ID فأنا وقت اللي فرح أعمل عملية نسخ أنا هون شايف أني منزل البيتا بس أنا في عندي نسخة فأنا رح إجي لل Application ID رح نسخه وعمله عملية نسخ وبنزل البرنامج بشكل بسيط ومثله مثل أي برنامج تاني طيب هل هاي في حال أنت كنت على واجهة رسومية على جنوم على على بلازمة فنحن ما عملنا أي خطوات إضافية في حال أنت كنت عمالك تستخدم Window Manager لنقول على Arch وعمالك تستخدم Window Manager بدون شاشة تسجيل دخول يعني GDM أو SDDM أو LightDM ما موجود عندك أنت عمالك تستخدم X ففي خطوة إضافية لازم أنك تعملها لحتى البرامج تفتح بشكل سريع لأنه إذا ما عملنا الخطوة اللي رح نشوفها البرامج بتاخد وقت كبير لحتى تفتح فإذا فتحت .xenit RC رح تضيف بالقسم اللي بشغل فيه البرامج Auto Start رح تضيف السطر التالي اللي هو Depus Update هاد هاد السطر رح يكون موجود بسندوق الوصف لحتى أنك تعمل نسخ لسق Xenit RC اللي عندك مثل ما حكيت هاد بس إذا كنت عمالك تستخدم Window Manager وما في عندك شاشة تسجيل دخول بس بحالة Xenit RC وهيك مثل ما شفنا أنه تفعيل Flatback على التوزيعات المختلفة عملية بغاية البساطة ما بتاخد مني غير أمرين أو ثلاثة بكتبهم بالتيرمينل وبعدين بنزع التيرمينل إذا ما بدي استخدمها بنهاية الفيديو إذا عجبكم لا تنسوا ضغط زر الإعجاب ولا تنسوا مشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم بالنسبة لغير المشتركين الاشتراك بالقناة دليل على أنه مجتمع لينوكس العربي عماله ينمو ويتطور ويكبر بلتقي فيكم بالفيديو الجاي وبأمان الله